مشكلة إضاءة طلبة كلية الطب والصيدلية الكلمة لأحد السادة مستشعين فيق الاتحاد المغيبي للشغل لتقديم السؤال سيد الرئيس سيد الوزير ما يجب أن تفهمه الحكومة من احتجاجات طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وأن سياسة الحكومة فاشلة وأن تمادي في تمريرها لن يزيد الوضع إلا تأذما واحتقانا الواقع يفرض على الحكومة مراجعة سياستها الفرادية المخيبة لانتظارات وآمال الشعب المغربي بناته وأبنائه سيد الوزير مشكلة طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أصبح مشكلة رأي المعام المغربي لأنه مرتبط بصحة المواطنين كان عليكم سيد الوزير أخذ مطالب الطلبة بجدية من خلال حوار مسؤول يزيلوا الاحتقان ويرجعوا التقى ويبعثوا الآمال ويبعدنا عن سنة بيضاء لما لها من عكاسات خطيرة في مجال الصحة ببلادنا فخلق كورية الطب الخصوصية بضبابية ودون نقاش واسع مع المتدخلين مؤثر بقانون إطار مرجعي ينظم مجال الصحة في القطاعين وغياب دفتر التحملات بكورية الطب الخاصة يضمن لطلبتها تكوينا لا يكون جزء مهم منه على حساب كورية الطب العمومي واستغلال مقتضيات الدصور في مسألة رزدنا بين كورية الطب العمومية والخصوصية وهو ما يتناقض مع مبدأ سكافؤ الفرص ويصبح الهدف هو تشجيع تعليم الطب الخصوصي والقضاء بالتدريج على تعليم الطب العمومي وهو ما ليس في متناول شريحة أهم من بناس وأبناء شعبنا إننا في السحاد المغربي الشغل نرى أن النقطة العالقة يجب تداولها بما فيه مصلحة البلاد وبشكل موضوعي يجمع بنا إرادة الحكومة في توفير تعليم طبي عمومي بجودة عالية ويخضع لمعايير دولية ورغبة مواطنة لأطبائنا عن الاستثمار في مجال الصحة بمنطق ججع لوبيات همها الوحيد هو الربح والمتاجرة في صحة المواطنين وخصوصا الطبقة المعوزة والفقيرة مع الأسف سيد وزير الحكومة ماضية في تأزيم وضع المنظومة الصحية ببلادنا ففي الوقت الذي تقر بنقص الموارد البشرية الطبية تواجه مطالب طلبة الطب والصيدرة والطب الأسنان بتعنثها وتنقرها لما تم عليه الاتفاق في محضر حتى 2015 وهو ما يحتم إيجاد حلول جدرية مع نخبة مهمة في مجتمعنا باعتبارها جسر آمال الشعب المغربي في التطبيب والصحة الجيدة حلول تؤسس الانطلاق الشاملة للمنظومة الصحية بعيدة عن النعارات السياسية والتحايل وربح الوقت وإيقاف أساتذة جامعيون بقرية الطب وهي إجراء تعمق الأزمة وتفرمل الإقلاع التنمنوي المنشود الكلمة للسيد الوزير لإجابة على السؤال شكرا سيد المستشارة أنا أحترم رأيكم وموقفكم إلا أنه في هذا الملف الحيوي بالنسبة لبلدنا جل الصحة العمومية جل بلدنا وجل المواطن أتمنى أن يكون هناك واحد التوافق واحد الإجماع حول هذه المسألة يعني الحكومة عبرت على الإرادة ديالها ومتبعها هذا الملف والقطاعين المعنيين عبروا على الإرادة ديالهم ولا بتنتكلمك لأقطاع الصحة اليوم ونقول لك في تجاوبنا مع المطالب ديال هات الطلبة في الطب وفي الحاجيات ديال المنظومة الصحية أرفعنا من العدد ديال المناصب ديال الإقامة لأن هذه الإقامة يليع لها الإدرا إقامة في الوقت اللي يخصكم الدافع على تكافؤ الفرص بين المغاربة وبين الأطباء المغاربة هناك مبادئ ما يمكنش نتنازلوا عليها كل طبيب مغربي كل طبيب وطبيبة مغربية حامل لديبلوم معترف به له الحق في أن يجتاز مبارد إقامة اللي هي مبارد للأطباء وليس للطلبة وهي مبارد للتخصص انظري أن طبيب يمكن أن يمر بعشر سنوات في القطاع الخاص وفي عيادة خاصة وأن يقرر يوما أن يدخل لهذه المباراة فنقول له مرحبا بك انظر كيف هذا المتألة هذه سبعمائة منصب في 2019 للتعاقد مع المقيمين فوق لهذه عامين مئة وسبعة وتسعين لما نصب ديال الداخلية اللي كيولجوا مباشرة لهذه الإقامة هذين بعد مكينشحوا ثلاثمائة وثمانين في 2018 ثلاثمائة وستين في 2018 مئة وعشرين في 2017 ثمانمائة مليون درهم لتأهيل المشتفيات بالنسبة لكي يمكن يكونوا قيام بتداريب بالنسبة للسنة السابعة وادعها الإشارة طلبات طب الأسنان عطيناهم مراكز جداد جامعي يعني بالمستوى الجامعي في الرباط بالضبط تأهيل المشتفى الجاويد أقادر وإنسقال لاستقبال الطلبة وكانت أول مهمة قمت بها لما قمت حميت المسؤولية هبطت الأقادر وتلاقيت معا يعني العميد في الوقت لنا وزير صحة ولكن أراه وأنظره باهتمام كبير المسألة ديالتعليم الله يخليكم تتفقوا على المسألة هذه أنا كنت في مجموعة ديالأقاليم اللي كان فيها أطباء عامون هذي عشر سنوات بالعشرات اليوم كان إقليم اللي كان فيه 21 طبيب عام إقليم نائي ولا فيه واحد في سرولي اليوم في سرولي اليوم أشنو كاي اليوم علاش ما لقيناش شي طريقة كيفاش نكونوا ونخدموا المنظومة الصحية حنا أخذنا منظور شمولي لما يضمانوا حق الطالب وحق الطبيب لما يتخرجوا ولكن حق المواطن كذلك حق المواطن كذلك وذلك لازم نفكروا اليوم فالتفكير ليهو اليوم أساسي لأن اليوم ما شير مسألة انتحان إن شاء الله سنتغلبوا على هذه المسألة ولكن ما سنتجوزوا التفكير الشاسع والشامل كيف يمكنوا أن نذهب بمنظمة الصحية الأمام بأخذنا مع الاعتبار التكوين الطبي تتمين الطبيب العام ولكن الخدمة العمومية خدمة هذه البلاد اللي إعطاتك سنوات يعني باش تقرأ فيها وباش تعمل درسة طبية باش تمشي تداوي المغربة في جمع المناطق شكرا 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 شكرا